كده ان انت مبسوط من التجربة ديه لانها كونت شخصية اللعيب الصغير اللي طالعا للأهلي ان يتعود قد ايه ان انا لابس تشيرت الناب الاهلي وده كان باين من اللقاءات الانتريفيوهات بعد المباراة قد ايه الولاد كانوا حاجة تفرح بصراحة وهم بيتكلمون انا طمنتني التجربة طمنتني جدا طمنتني على العقلية اللي طالع من قطع الناشئين طمنتني على المستقبل والشخصية اللي طالع من قطع الناشئين ممكن الموهبة ما تبقاش عالية قوي 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 لكن التحضير التفكير التعامل الروح اللي موجودة الاستمرارية بقى هي اللي مطلوبة شوية كل المجموعة اللي اللعبت ديه كنا محتاجين فعلا فترة ومحتاجين عشان كده القائمين على كاس ربط التلنديا المصرية يعني عاملين فكرة حلوة جدا يعني ممكن بعد كده تطور بقى بعد شوية يبقى فيها تطوير لحاجات معينة وحاجات تساعد يعني لكن مفيش مفيش فترة أو مرحلة كانت هتقدر تورينا المجموعة اللي شفناها دي كلها كابتني مصطفى نعم بالشكل الإيجابي اللي احنا شفناه فيه ده ده مش مناد لها اللي بس ده كل ديها استفادت كل واحد بيبقى له تفكير معين يعني سيناريو بيرسمه يعني احنا برضو ليهم الجماهير الناد لأهلي ايه آخر حاجة في التجديدات بالنسبة حكاية التجديد الموسماني موسماني هل خلصت خلاص ولا لسه فيها لها ديول والكلام اللي عايز اقوله في الحتة دي برضو لان هي من الحاجات الأدوار والتخصصات في الأهلي انت عارفها كويس فيه أوقات يعني الحتة دي بتبقى مش عندك قوي بالنسبة كبيرة لكن اللي عايز اقوله واكد عليه بس جمهور النادي الأهلي جمهور وعي جدا وجميل جدا ومساند جدا ومشجع جدا موسماني عمل بطولات مهمة جدا عمل انجازات مش عمل بطولات عمل انجازات وعمل بطولات حلوة جدا للنادي الأهلي والنادي الأهلي خد مع موسماني بطولات مهمة وزي دورة أبطال أفريقيا 2020 ودورة أبطال أفريقيا 21 والسوبر بطلطين ورا بعض والسوبر يعني حاجة مفيش احلام كده ايا كان بقى الاتجاه ايا كان يعني هو مكمل عقده دي معلومة مهمة جدا نخلي بالك مهمة جدا الناس تبقى عرفها برضو ان الراجد عقده ينتهي بالموسم اللي احنا فيه ده في استمرارية او مفيش استمرارية كعادة النادي الاهلي للي ما نجحوش مع موسمان ينجح مع النادي الاهلي بالنسبة تعدي الـ 95% كل البطلط اللي دخل فيها حقق هيلا بطولة واحدة وده ودواري ايا كان الوضع مع اللي ما حققوووش مع النادي الاهلي بتعملههم يعني حفلة وبتشكرهم وبتسني عليهم و دي علاقتهم و مفيش واحد بيبقالوه حاجة ولو جنيه حتي في زمة النادي الاهلي مبالك باللي عملك ايا كان الوضع يعني مع النادي الاهلي انت حققت حاجاتautres كموسمانية ممكن يعني ما تحققهاش مع نادي اخر ما تتوفرش الاستقرار ده في نادي اخر ما يتوفرش العقليه دي يا لكن انتهي اللي اتنين نجحته ببعض والله كان فيه استمرارية يبقى مزيد من البطولات مزيد من البطولات ومزيد من الانجازات ان شاء الله انت شاف ان هو ممكن الموضوع خلص ولا لسه فيه يعني شوية ايه كان الوضع بقى ده اوضع مغلقة ما بين ادارة النادي عندنا والراجل وده اللي هم تعودين ما حدش يعرف ما بتكلمش عليه طيب علي معلول خلاص وكي طيب اكتر لعيب تعبك في التجديد كان مين في التجديد هو مش انا اللي بيعد معي انا ممكن اهيأ حاجة لكن في النهاية بيعد معا كابتن امير توفيقي يعني احنا بس نفرق شوية نفرق ما بين العشم في حاجة معينة فانت بتروح له عادي جدا وتدهاله كمان يعني تتقرب المسافات وما بين حد ممكن يبقى عايز يعني يفرض عليك حاجة اللي بيفرض عليك حاجة النادي الاهل ما بلهاش من السيد بس هو تاريخ الاهل طبعا طبعا فيه في يناير اللي جادة فيه تعاقدات جديدة وارد جدا وارد وارد جدا لان انت بالنسبة تأدي ايه تعدي التسعين في المية تسعين في المية طيب حكاية العروض الكتيرة لأيديو ديانج فعلا جالوا عقود جالوا في بداية الموسم لكن رقميا ما تناسبش المرضود اللي بيديه ديانج او الاسم بتاع ديانج او النادي الاهل هو شخصية ممتازة شخصية هيلة جدا شخصية ملتزمة جدا اتمنى له يا رب مستقبل كبير سن صغير مش كبير يعني اتكلم في 24 سنة او اقل من كده شوية صغيرين يعني لكن في النهاية هو بيلعب في النادي النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا واكبر نادي في شركة الاوسط فبالتالي الخطوة اللي جاية لازم تبقى حتة اوروبية اتمنى له ده يا رب ان شاء الله عاوز اتكلم معك في الملف يمكن بعض الناس تقول لك لا ما ينفعش اتكلمه فيه انما انا اتكلمت فيه شخصيا ويمكن انت على طول انت بيقول لي سيد عبد حفيز على طول المعترض على التحكيم ايه حكايتك مع التحكيم يعني انا زي اي واحد في المنظومة يعني ممكن اوقات تنفعل واوقات تختلف واوقات تعترض واحد زي اي حد في المنظومة كلها لكن كتقدير واحترام وانا يعني التزام انا اكتر من اكتر الناس اللي بتلتزم يعني يعني مش هتلاقيني اقول لفظ لا قد الله خارج او اقول او اعمل تصرف خارج لكن زي احد في المنظومة كلها في العالم مش في مصر بس اكيد اكيد يعني انا فيه عندي اسئلة كتيرة جدا عشان الوقت بس بيسبقنا ف انا عندي كذا السؤال من الاسئلة السريعة كده فعود منك إجابة سريعة عشان هبدأ لسه عند الفقراتين كمان إيه رأيك في أسعار اللاعبين الموجودين الفترة دي بقى سوق 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 موجود رحنا لحتة سريعة جدا ونطنا نطة كبيرة جدا بالأسعار أتمنى بس إن التقييم في آخر سنتين ثلاثة ما يبقاش مرحلة صغيرة يبقى آخر سنتين ثلاثة إيه الأرقام دور عليها ما يبقاش الموضوع كده يعني فترة أو مرحلة أو رغبة أو عند أو حاجة كده بالعكس الأرقام هي اللي تحكمك يعني أعتقد إن العالم كله شغال كده دلوقتي أول ما تيجي تعرض اسم ولا حاجة ما بيبصش لفيديوهات قبل ما بيبص الأرقام الأول أرقامه شدتك يبدأ يبص على الحاجة بتاعته يعني طيب واحد داخلين على كاس العالم الأندية إيه اللي ينقص النادي الأهلي بعدما خد البرزية مرتين إيه اللي ينقص عشان ينافس على المركز الأول أو يفوز بالكاس زي زي أي دولة في الدنيا كلها أو زي فريق إيه اللي ينقص فريق النادي الأهلي لا الأهلي مش نقصوا حاجة خالص يعني تبقى بس حاتة إن العنصر التوفيق يكون معاك في المباراة الأولى والمباراة الثانية يعني السنة اللي فاتت مثلا إحنا لعبنا دحيل في المباراة الأولى كنا موفقين جدا وكنا ربنا قرمنا بانتصار كبير ومحق يعني وبعد كده لعبنا مع باير مونيخ فأنت رايح فيه تتكلم على حاجة تقيلة يعني يعني أتمنى بس التوفيق يبقى معاك لأنها مرتبطة بأحداث هي مباراة واحدة أحداث هتساعدك أولا لأ يعني لكن انت مش نقصك حاجة خلص انت حاسس ان احنا ممكن ان شاء الرحمن نفوز بطولة إفريقيا ونتوج بها لمرة التالتة على التوالي واحدة من الأهدف الكبيرة أو عندي لأنها هدف مرتبط بتاريخ نعم همراها ما حصلت في أفريقيا على كل حال انتم مطالبين من جماهير النادي الأهلي بالتالتة أهلي يا رب زي ما احنا كنا بنقول بالتالتة يا أهلي طيب احنا باللقاء دخلنا فقرة تانية أهلية مع الجمهور تمام والجمهور دي برضو عاوزة سألك وهي سألة سريعة ايه علاقتك بجمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي يعني يعني فيه كلام كده مشاعرك أو حاسسك ما تعرفش توصف الكلام اللي انت تقول فجمهور النادي الأهلي لما بتحتاجه في وقت من غير ما تطلب ودي معادلة صعبة بالسهلة طبعا طول عمره طول عمره اللعب رقم واحد مشهد مشهد مؤسر جدا والله عزيزي يحبنا المؤسرات دي اه سان دونز اللي هو كان هنا كان هنا كسبناه واحد سفر اللي كسبناه واحد سفر اللي الحاكم ظلمنا في كذا حاجة اه بكر جسامة اه بني عمر بيته فالمشهد ده الحضور الجماهيري اللي موجود كان مسج كبيرة جدا وعظيمة جدا نهاية المباراة المسج اللي عملها جمهور النادي الأهلي كانت كبيرة جدا وعظيمة جدا نعم واحدة من الحاجات المؤسرة جدا يعني انت مسلا ممكن تبقى في مباراة خسرت وطلعت برا البطولة فهتلاقي التعبير الزعل كله سلبي سلبي لا بالعكس واحدة من الحاجات إن وصفناها ورتبناها الحدث الأول والأساسي والرئيسي في حصول الأهلي على 2020 و2021 كدورة أبطال أفريقيا هو المشهد ده المشهد اللي كانت في سان داونز مع الأهلي وسان داونز اللي قال عودة هافي برج العرب طيب لو جبر رجال